أحسن الله إليك فطيلة الشيخ قول السائل ما موقف المسلم تجاه ما يراه يوميا من مخالفات وبدع في المسجد الحرام فهيل الأولى في هذا المقام الاشتغال بالعبادة وقراءة القرآن والذكر والأمر المعروف النهي عن المنكر وخاصة وهو معتكب لا شك أن إنكار المنكر واجب قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا بل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيجب إنكار المنكر إذا كان المنكر ظاهرا في المسجد الحرام وفي غيره فالذي يرى منكرا ينصح صاحبه ينصح صاحبه هذا من الإنكار باللسان ينصحه ويبين له فإذا لم تجدي النصيحة فإنه يبلغ المسؤولين في المسجد الحرام يبلغ الهيئة هيئة المسجد الحرام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الذين وقل إليهم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المسجد الحرام يبلغهم يبلغ الرئاسة رئاسة شؤون الحرامين عما رأى في المسجد الحرام من المنكرات من أجل أن يعملوا على إزالتها نعم وهذا من العبادة هذا من العبادة ولا يمنع الاعتكاف لا يمنع أنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بحسب استطاعته ومقدرته نعم